إماطة الأذى عن الطريق نقدم لكم اليوم عبر موقعنا صبورا.تنيت قصة جديدة ممتعة وجميلة بعنوان إماطة الأذى عن الطريق من أجمل قصص مكارم الأخلاق فيها الكثير من الإفادة والحكمة تابعونا في يوم مشمس والجو هادئ وجميل خرج ظافر للعب في الحديقة وبينما كان مسلمتعا بوقته حيث تراه يجري تارة وينط خلف كرته تارة أخرى سقطت الكرة من بين يديه توجه نحوها مسرعا وما إن كاد أن يمسك بها حتى شد انتباه مبريق شيء يشع لانعكاس أشعة الشمس فيه وعند اقترابه تبين أنه مسمارا حادا وسط الطريق لكن صديقنا ظافرا لم يعره أي اهتمام فقط حمض الله على سلامة كرته وانصرف فرحا مسرورا فجأة بدر إليه ماذا لو أن المسمار الذي تركه مرقا وسط الطريق قد انغرس في كرته وخسرها بماذا كان سيشعر حينها ارتبك قليلا وبدت على تقسيم وجهه الصغير بوادر الخوف والهلع وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بطع وسبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق وعاد مسرعا حيث كان وهم بالتقاط المسمار وألقاه داخل حاوية قمامة وراحا يلعب مع أترابه